في الأثناء أكدت نقابة أصحاب المدارس الخاصة التزامها بنقل جميع طلابها دون انقطاع وفق تعاقداتها التشغيلية على امتداد العام الدراسي وطلبت النقابة في بيان من جميع مالك وسائق الحافلات المدرسية المملوكة والمستأجرة طلبت منهم الالتزام بنقل الطلب حتى نهاية العقود المبرمة ويوجد في الأردن بحسب سجلات وزارة التربية والتعليم ثلاثة آلاف ومئتان وخمس وثمانون مدرسة خاصة تحتضن قرابة أربعمائة ألف طالب